ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وهي ظهور رقم ثلاثة واحد على ستة فينتج واحد على اثني عشر اما اذا تأثر ناتج احدى الحادثتين بناتج الحادثة الاخرى فان الحادثتين تكونان غير مستقلتين كما يظهر في تجربة سحب كرة من كيس الكرات دون ارجاع ولإيجاد احتمالها نستخدم هذه المعادلة فاحتمال ظهور كرة زرقاء ثم خضراء يساوي اثنين على خمسة ضرب ثلاثة على اربعة فينتج بعد التبسيط ثلاثة على عشرة مثال من واقع الحياة يستعمل القرص الدوار في كثير من المسابقات فاذا تم تدويره مرتين فاحتمال ان يقف المؤشر على اللون الاحمر في المرتين هو اربعة على خمسة وعشرين وفي هذه الحالة تعد الحادثتان مستقلتين يعلمنا هذا الدرس ايجاد احتمال الحوادث المستقلة وغير المستقلة